يا مساء الخير وأهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من السادسة تبدأ معكم في نهاية موسم طويل صعب ممتد ولكنه موسم من أنجح موسم النادي الأهلي ختموها بمبارات المصري في دور التمانية في الكاس ورق منتدى الحقيقة يعني تحسب لرجالة النادي الأهلي والجهاز الفني في مباراة كانت صعبة مباراة كانت قوية أقدم فيها المصري كل ما عنده أقدم فيها علي ماهر أقصى ما عنده لكن في النهاية كانت النهاية النكحة لمارسل كولر ولكتيبة النادي الأهلي بالفوز بنتيجة 2-1 كل الحقيقة نجوم النادي الأهلي والكلام مش على مباراة المصري فقط لكن الكلام على مشوار امتد لأكتر من 11 شهر خاط فيه فريق النادي الأهلي 60 مباراة في مختلف المسابقات الدولية والقرية والمحلية ونجح في تحقيق كل الألقاب اللي نافس عليها باستثناء لقب بطولة كاس العالم نودع موسم وإحنا متطمنين مرتحين فرحانين وبنستعد لموسم جديد يظهر فيه وجه جديد للنادي الأهلي على كل المستوات أنا عارف أنه فيه كلام كتير حقيقة أنا حابب أشكر يعني كل القائمين على كرة القدم في النادي الأهلي بداية من كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة السابق كابتن مارسل كولر المدير الفني دكتور أحمد أبو عبل رئيس الجهاز الطبي وكل العاملين في الجهاز الفني والطبي والإداري للنادي الأهلي نجوم النادي الأهلي اللي كانوا الحقيقة نجوم فوق العادة واللي كتبوا الحقيقة تاريخ كبير جدا جدا الموسم ده وخصوصا بالتتويج بالبطولة الأفريقية وعدلوا الإنجاز التاريخي اللي حققوا نجوم بداية الألفية وفازوا باللقب لتلات مرات من أربع نسخ وإن شاء الله بإذن الله قادرين يكسروا الرقم القياسي وإن شاء الله الموسم اللي جاي هو موسم التحديات عندنا بطولات كتيرة جدا وده دايما تحت المنظار فكرة أنك أنت شايف مش بس الموسم اللي جاي الرؤية المستقبلية لفري النادي الأهلي في السنوات القادمة وخصوصا أنه كل مدى التحديات بتزيد كل مدى البطولات والمنافسات بتبقى أقوى بتبقى أطول وبتبقى أصعب وبالتالي دايما لازم يكون عندك رؤية ترجمة نانسي قنقر